دول الصنف دولت ايه اقوام من اول ما ربنا يقزوا وبقت اليقزة في قلوبهم مناموش سلكوا وراحوا وتركوا بقى في المقامات زي اللي كان في معصية وتاب لا دولت في مقام اصلا وكل فترة في مقام لمقام 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 ويشوفوا المقام اللي قابلوا معانه مقام طاعة يستغفروا لا قصرين يستغفروا يبقى دي الفكرة اما البصيرة نور يخذفه الله في القلب يا ربي حقيقة كل اللي اخبرت به الرسل كأنه شاهد الكلام ده رأي العين يتحقق معاه ايه الانتفاع على طول كل اللي قلب الرسل يلتزم بي واصلا ما يخلفهمش البصيرة بتنبت في ارض القلب الفراسة الصادقة على قد البصيرة على قد الفراسة نور يخذفه الله عز وجل في القلب يفرق به ما بين الحق والباطل ما بين الصادق والكاذ فاهم ما تسألوه مش ازاي بيبقى عندهم فراسة كده دي البصيرة رزقنا الله وياكم قولوا امين يبقى اليقظة ادي الفكرة ادي البصيرة القصد عارفين القصد يعني انتبه ولو انتبه العبد وابصر اخذ في القصد يعني صدق الارادة اجمع القصد والنية انا خلاص رايحهم هاجر لربنا بقى اني مهاجر الى ربنا وسيهدين بقى خلاص تيقن اني لابد له من طريق ربنا ابدا في حسم وفي ارادة وفي نية وفيه وعارف خلاص انا واخد كل الزاد بتاع انا مسافر لربنا عب الزاد بتاع كله انا متجرد عن كل العوائق اللي هتقابلني من فتن وشهوات ومعاص كله يقطع العلاق كل اللي كل العلاق اللي يتمنعه عن ربنا سبحانه وتعالى يخرج من المنزلة دي ويروح فين انا عازم على الامر الجنة منزلة العزم منزلة العزم عنده جزم عنده صفر لله بس مكرون بالتوكل عزمت فاذا عزمت فتوكل على الله تيجي اخر حاجة المحاسبة المحاسبة دي اللي هو بيبقى ايه عارف اللي قاعد في مكانه وبعدين اول ما يستيقظ من غفلته ويروح في طريقه كده وكده ويتبصر خلاص وبقى عنده بصيرة وعزم وخلاص وبقى فيه عنده قصد نية وخلاص جات له منفعة يا حاسبة يفكر بقى ايه اتزاود ازاي طب عد العدة اه طب عزمت اه وعزم عليها وخد قصده وانتقل لمنزلة الطاعة المحاسبة المحاسبة دي تشوف اللي بينه وما بين ربنا يشوف ايه ايه اللي فات منه ويعلم ان ليس له منجة ولا فوز الا بعف ربنا ورحمته وان الهلاك والخسران في البعد عن ربنا سبحانه وتعالى تعلم ان الرب رب اللهم انت انت وانا انا والعبد عبد تبين له حقيقة النفس عاملة زي صفاتها ازاي وامرة بالسوق وتبين له عظمة وقدسية وجلال وربوبية والوهية الله عز وجل المتصف واللي تفرد الرب بالكمال والافضال سوق الظن في النفس هو عمله كده سق ظن في نفسه احتاج له حسن ظن لا لو انا لو انا حسن ظن في الله طب لو انا احسنت الظن في نفسي بيمنع كمال مش هتفتش على اللي بيحسن ويلبس عليك القمر مش هتشوف المساوق بتاع نفسك لانا عندي حسن ظن بقى ومشاول ما عنديش انا عندي محاسن مش عيوب وشفت العيوب كمال ما تسقش الظن في نفسك ولا انك تحاسبها مش هتقعد تحاسب واللي بيحسن الظن في نفسه بدرجة الكمال اجهل الناس والله اجهل الناس بنفسه بصوا كل علم بصوا المقولات الجميلة دي بتاعتي ابن القيم كل علم صاحبه عمل يرد الله عز وجل منا من الله وفضل وإلا فهو حجة عليك تاني كل قوة ظاهرة أو باطنة صاحبها معاه مع القوة الظاهرة دي تنفيذ لمرضات الله عز وجل وأوامر ربنا سبحانه وتعالى فهي منا من الله وإلا فهي حجة عليك كل حال صاحبه تأثير يعني جيه معاكد تأثير في نصرة الدين الدعوة إلى الله وعمل ليها واخلص ليها فهي منا من الله عز وجل وإلا فهي حجة عليك كل مال اقترنا به انفق في سبيل الله طيبة بها نفسك وطاعة لله لا طلب لجزاء ولا نريده منكم جزاء ولا شكور لا جزاء ولا شكور بس إخلاص لله فهي منا من الله عليك ربنا منها عليك وإلا فهي حجة عليك كل فراغ وقت فراغ اقترن معاه انشغال باللي ربنا يريده من عبده واجب الوقت وفقه الأولويات فهي منا من الله عليك وإلا فهي حجة عليك كل قبول استغفر الله كل قبول يا رب من الناس وتعظيم أو محبة اتصل بخضوع وانكسار وزل لله للرب العالمين وانكسار وانك تعرف عيوب نفسك والأمر وتعمل وتبزل وتضحي وتسمع النصيحة فهي منا من الله سبحانه وتعالى لك وإلا فهي حجة عليك كل بصيرة ربنا رزقها لك أو موعزة وتسكير وتعريف من تعريفات ربنا أو معنى من معاني أسماء الله أو صفاته اتصلت به عبرة في قلبك مزيد في العقل من الحكمة والمعرفة والإيمان هي منا من الله لك وإلا فهي حجة عليك فالمفروض احنا نتأمل الوضع الخطير اللي احنا فيه نميز ما بين انهل منا والفضل من ربنا والحجة ونخلي بالنا نخلي بالك الكلام ده خطير اوعى يتلبس عليك موسيقى